دفعة جديدة من المنحة السعودية تدخل في حساب البنك المركزي بعداً بالتزامن مع انهيار متسارع للريال اليمني 300 مليون دولار هي الدفعة الرابعة من المبلغ المقدر بمليار ومئتي مليون دولار المزمنة بعام وبدأت في أغسطس من العام الماضي هذه المنحة مخصصة لدعم المشتقات النفطية الخاصة بمحطات توليد الطاقة الكهربائية إلى جانب دعم رواتب موظفية الدولة رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي قال إن هذه المنحة سيكون لها أثرها في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية من رواتب وخدمات المنحة تتزامن مع هبوط كبير في قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية حيث تعد الدولار الواحد حاجز 1800 ريال وهي أدنى قيمة للريال منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي مراقبون يرجعون ذلك الانهيار إلى ممارسات ينتهجها المضاربون في محاولات لإفشال التوجهات الحكومية في الإصلاحات خاصة أن انهيار العملة جاء في ظل موسم التحويلات الخارجية إلى جانب عدم الإقبال على شراء مزادات البنك المركزي وفقا لأحدث إعلاناته مركزي عدم وفي ظل مواصلة الإصلاحات اتخذ تدابير متعلقة بآليات تحويل الأموال والملزمة لشركات الصرافة هذه التدابير تتضمن وضع سقف للحوالات الخارجية بمقدار عشرة آلاف دولار وما يعادلها من العملات الأجنبية وهي خطوة مهمة للحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل انتشار الأموال المشبوهة التي يتم نهبها من المال العام والخصوم السياسيين التحديات الأخرى والمتمثلة بالمضاربة وتحكم السوق الموازية بأسعار الصرف يضعها مركزي عدن ضمن التدابير الجديدة إذ تقول المصادر إنه وجه بإيقاف عمليات التغطيات بين الصرافين بشكل نهائي وإيقاف كافة التحديثات لأسعار العملات في أي تطبيقات مصرفية أو صفحات رسمية بعد انتهاء الدوام الرسمي هذه الإجراءات يهدف مركزي عدن إلى المساهمة في وقف انهيار العملة الوطنية وتوحيد السياسة النقدية وهي خطوات تحتاج إلى قرار سياسي ودعم شعبي ودولي